صفعة تلو الأخرى يتلقاها الشعب كلما حاول النهوض من الحروب التي عان منها للسنوات والتخلص من تداعياتها المرافقة له حتى اليوم إلا أن ألم هذه الصفعة كان الأقوى ففي هذه المرة حصدت الحروب أرواح الأطفال الذين ذهبوا بين قتيل وجريح جراء انفجار أحد مخلفات الحرب في مدينة ورشفان بمنطقة شفار غرب ترابلس الانفجار تسبب بمقتل ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين وفق بيان وزارة الداخلية التي طالبت في الوقت نفسه المواطنين بالابتعاد عن أي أجسام مشبوهة والتبليغ عنها فورا لمنع وقوع مثل هذه المآسي والمحافظة على الأرواح والممتلكات وإثر هذه الحادثة شهدت مقبرة جليدة في ورشفان حضور جمع غفير من الأهالي لجنازة الأطفال المقتولين إذ أكدوا ضرورة تكليف فريق من هندسة العسكرية المتفجرات والألغام من أجل مسح المنطقة من مخلفات الحرب التي تحصد أرواحهم يوما بعد يوم نحن اليوم في هذا الحادث الجلل الفاجعة الكبرى التي أودت بحياة سبعة أطفال أمس الجمعة في منطقة قرقوزة إثر انفجار لغم الثرأة خلفتهم الحروب السابقة وأدت بحياة السبعة أطفال لا يتجاوز عمارهم إلى 11 سنة وهم من بني عموم واحدة كانوا موجودين في منزل جدهم باعتبار اليوم الجمعة ونوجه كلمة لوقع المواطنين للاهتمام بمزارعهم وجانب بيوتهم إذ كان في أثر مخلفات تم التبليغ عليه فورا ونطلب للحكومة كذلك تكليف لجانب لمسح هذه المنطقة التي كانت فيها تجديد تدريبها الحروب في السابق ونعزي أهل نفسي ونعزي أهلي في هذا المصاب الجلل وأن لله وأن إليه يراجعون ولم يتوقف الأمر على ورشفانة فقد سجل قسم تقص الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا يوم الجمعة وقوع ضحايا مدنيين جراء انفجار الألغام ومخلفات الحرب بمدن بني وليد وسبها وهو ما دفع اللجنة لاستنكار هذه الحوادث المؤسفة ويرى حقوقيون أن هذه الألغام والمخلفات الحربية تعد واحدة من أثقل الملفات التي تواجه المسؤولين في البلاد في ظل عدم توفر خرائط رسمية لانتشار هذه الألغام إضافة إلى نقص الخبرة في مجال انتزاعها والتخلص منها إلا أن ذهاب أطفال لا تتجاوز أعمارهم الإحدى عشر عاما ليس بالساهل وعلى هذه الجهات معالجة هذا الموضوع قبل أن يتفاقم أكثر خصوصاً وأن الأرقام الرسمية تؤكد أن عدد ضحايا الألغام والمخلفات الحربية في ليبيا بلغ 436 شخصاً و2915 جريحاً خلال الفترة من 2008 و2019